ومن كتاب الخمس لمرتضى الأنصاري إلى كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقة للخوئي لأب القاسم الخوئي هذا هو الجزء المختص بمباحث الاجتهاد والتقليد وكتاب التنقيح للخوئي من أشهري ومن أهم كتبه صفحة 426 من الجزء الذي أشرت إليه الخوئي يتحدث هنا عن حكم الخمس في زمان الغيبة كيف يتعامل مراجع الشيعة مع الخمس هكذا يقول الخوئي وكذلك الحال في التصرف في سهم الإمام عليه السلام لأنه وإن كان معلوم المالك وهو الإمام عليه السلام إلا أنه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه ملحق بمجهول المالك إلى آخر كلامه كل واحد يأتينا ببدعة أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم وهذا هو الذي يتبناه السيستاني وسائر المراجع الذين هم في زماننا هذا وكذلك الحال في التصرف في سهم الإمام عليه السلام لأنه وإن كان معلوم المالك وهو الإمام عليه السلام إلا أنه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه ملحق بمجهول المالك السؤال هنا أنا لا أريد أن أعلق كثيرا السؤال هنا لماذا أموال الخمس حينما تكون عند الشيعي يقال له هذه أموال صاحب الزمان وإذا كان منها خيط في ثوبك في الصلاة فصلاتك باطلة لماذا يقال له هكذا لكن حينما تصل الأموال إلى يد المرجع إلى يد أولاده وأحفاده وبناته وأصهاره وأقربائه تصبح تلك الأموال مجهولة المالك لماذا؟ لماذا لا يقال للشيعي من أن الأموال هذه هي مجهولة المالك لماذا حينما تكون عند الشيعي يقال له وهي أمواله هي أمواله وصاحب الزمان أباحها له هي أموال الشيعي أساسا وبحكم الخمس صارت أموالا لصاحب الزمان وصاحب الزمان أباح له التصرف فيها لماذا حين تنتقل هذه الأموال إلى يد وكيل المرجع إلى يد المرجع إلى يد صهر المرجع إلى يد ابن المرجع إلى يد حفيد المرجع إلى يد زوجة المرجع إلى يد بنات المرجع لماذا تتحول هذه الأموال إلى أموال مجهولة المالك لماذا؟ ما هو سؤال من الطبيعي أن يطرح المال هو هو بنفسه كان عند الشيعي يقال له مال صاحب الزمان فعليك أن تدفعه إلى نائب صاحب الزمان وذول هم نواب صاحب الزمان إكلاوشية لصوص كل واحد يجيب لطريقة لسرقة هذه الأموال في أي نص من النصوص الشرعية تتحول أموال صاحب الزمان إلى أموال مجهولة المالك في أي نص من النصوص الشرعية في أي نص من النصوص الشرعية يجوز للمراجع أن يتصرفوا بأموال صاحب الزمان وإن لم يعلموا رضاه بالخصوص في أي نص شرعي من أن المرجع الشيعية من حقه أن يستعين بالظالمين وبالعساكر والجند وبالشرطة وبرجال الأمن والمخابرات في أن يأخذ أموال الأخماس والحقوق الشرعية من الشيعة عن طريق هؤلاء في أي نص شرعية في أي نص شرعية أن الأخماس تلقى في الباحر في أي نص شرعية أن الأخماس تدفن في الأرض هذا الهراء الذي بدأ معنا منذ بداية عصر الغيبة وإلى يومنا هذا مراجعكم الآن هكذا يفعلون يقولون لكم أموال الخمس التي عندكم أموال صاحب الزمان لما تنتقل إلى حوزتهم وإلى ملكيتهم تتحول إلى مال مجهول المالك لماذا سيخرجون عليكم يضحكون على ذقونكم ويرقعون لكلامهم هذا إنهم يفعلون هذا لأنهم يعلمون أساسا هذه الأموال لم يأمر صاحب الزمان بدفعها إليهم ولم ينصبهم نوابا من قبله للتصرف فيها ولم يقدم لهم برنامجا في طريقة صرفها والتعامل معها يعلمون علم اليقين بكل هذه التفاصيل ولذلك كل واحد منهم يأتينا بطريقة يضحك بها على الشيعة لأجل أن يستل هذه الأموال وبعد ذلك يورثها لأولاده ما هذا هو الذي جرى بالنسبة للخوع أموال الخوع تلك الأموال الهائلة أين ذهبت انتقلت إلى أولاده انتقلت إلى أرحامه إلى ورثته لماذا؟ لأنها مجولة المالك هذه أموال مجولة المالك على أي أساس تملكها الخوع وتملكها أولاده من بعده سيخرجون عليكم يضحكون عليكم يكذبون عليكم هذا هو الواقع الذي يجري في النجف و كربلا عند الجميع عند الجميع عند الخوعيين عند السيستانيين عند الشرازيين إنني أتحدث عن محمد الشرازي و صادق الشراز عند الشرازيين عند الجميع عند بقية المراجعي في النجف و في قوم هذا هو حاله هذا هو حال مراجع الشيعة و إلا من أين جاء الخوعي بهذا الكلام هذه فتاوى من غير علم الفتوى لابد أن تكون صادرة وفقا لعلم و المراد من العلم هنا ما تفرع من علم الكتاب و من علم القرآن المفسر بتفسيرهم لا بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة و لا بتفسير نواصب سقيفة بني نجاف بتفسير محمد و آل محمد أو من أحاديثهم المفهمة وفقا لقواعد التفهيم العلوي مثل ما بايعنا في بيعة الغدير و اشترط علينا رسول الله هذا علي يفهمكم بعدي على هذا بايعنا بايعنا على أن نأخذ التفسير من علي فقط و أن نأخذ قواعد الفهم و التفهيم من علي فقط من علي و آل علي هذا علي يفهمكم بعدي على هذا بايعنا في الغدير الأول و على هذا بايعنا في الغدير الثاني حين بايعنا إمام زماننا الحجة بن الحسان صلوات الله و سلامه عليه نذهب إلى فاصل